زارت كاميرا قناة سهيل الفضائية المرابطين من ضباط وأفراد ألوية الجيش الوطني في محور كتاب محافظة صعدة واطلعت على معنويات الأفراد ومستوى الكفاءة والجاهزية القتالية التي يتمتعون بها وطبيعة الجبهات في ظل الحديث عن الهدنة التي رفضت الميليشيات الحوثية تمديدها نرحب بقناة سهيل وبمراسلها في محور كتاب وهذا شيء جميل أننا نكون مكملين مع بعض إعلامي الميدان مع إعلامي القنوات وهذا مما يثج الصدر وخاصة أنها قناة سهيل القناة العسكرية أو القناة الجيش الوطني التي تنقل كل الفعاليات وكل الاحتفالات للجيش الوطني الهدنة وما أدراك ما الهدنة على مدار التاريخ لم تلتزم الميليشيات الحوثية بأي هدنة على مر التاريخ هذا مفرغ منه ومفهوم نوجه هذه الرسالة للقادة السياسيين عليهم أن ينتبهوا لهذا الأمر لأن الميليشيات الحوثية هي تتملص وتتراوغ في أعمالها ولكي تكسب أمور وتكسب أشياء في ذاتها من ضمنها التسليح من ضمنها التجهيز للمعركة القادمة وما إلى ذلك نحن في الجيش الوطني وفي محور كتاف لدينا توجيهات أنه إذا تم التعامل نرد عليه بالمثل لازمنا ملتزمين بالتهديئة وهي أصلا ليست هدنة هي عبارة عن تهديئة وإنما نحن إذا تم أي استهداف لدينا سنرد عليه بالمثل إن شاء الله لم تتزم ميليشيات طول عمرها القتالي بأي هدنة وقدت سواء في الحروب الست أو في حرب دماج أو في اتفاق السلم والشراكة لم تتفق بأي هدنة ونحن هنا معانا توجيهات من الأخ قائد المحور حفظ الله ورعاه ومن القيادة السياسية متى ما تعاملوا عليكم وردوا عليهم بالمثل ومتى ما أردوها سلما فنحن أهله ومتى ما أردوها حربا فنحن أهل المراتين نحن هنا رسالتنا واضحة به قبهات العز والإباء من هذا المكان والشموخ لا تزال أعيننا على أوكار العدو وسلاحنا قابض على الزناد ننتظر بعض اللحظات لنقض على العدو الغاشم القاثم والشكر والتقدير لإندل على شيء بل يدل على كل من سهم معنا والشكر والتقدير الكبير لقائدنا اللواء الركر الداد الهاشيمي حفظه الله وكذلك قائد القطاع ولتكن هاماتنا مرفوعة ولتكن السماء خيمتنا والأرض فراشنا وسيكون الله بعوننا في هذا المحور العظيم وفي هذه الجبهة العظيمة من محور كتاف نؤدي الرسالة والجهاد في سبيل الله للذود عن الوطن مهما حصلنا من عراقيل ولكن نحن صامدون وبهذه الشيبتي وبهذه لحيتي لكن أن الوطن غالي على الكبير والصغير وبإذن الله سبحانه وتعالى نشكر القائد الذي وفر لنا كل الإمكانيات والذي عدنا أفضل الإعداد في محور كتاف يكفينا مهزله ويكفينا هيانه لابد أن نمسك البنادق وأن ندود عن الوطن كما ذات آبائنا وأجدادنا لقيام الثورة السادسة والعشرين المباركة إن شاء الله